البرهان في إعجاز القرآن إعجاز القرآن والسنة النبوية في الصحة العامة النظافة النظافة من صميم العبادات في الإسلام الذي انطلق من جزيرة العرب مهد الجاهلية وأهلها في ذلك الزمان نبراثا على أن الوحية ليس نابعا من هذه البيئة بل هو نور أنزله الله بعلمه لم يترك الإسلام أمرا من أمور النظافة الشخصية إلا وجه إليه وهده أولا الغسل من آيات التربية الإسلامية الصحية ضرورة الاستحمام بعد الجماع وهو في هذه الحالة فرض لا يصح أداء الصلاة أو مناسك الحج إلا به ولغير ذلك فإن الالتسال سنة مؤكدة لصلاة الجمعة الأسبوعية قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيامموا صعيدا طيبا فتيامموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفورا أفورا وكذلك وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيامموا صعيدا طيبا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وفي الحديث الشريف حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده وكذلك غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وسباك ويمس من الطيب ما قدر عليه وكذلك من جاء منكم الجمعة فليغتسل وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى وكذلك وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأطفال وحلق العانة ونثل الإبط ألا نترك أكثر من أربعين يوما وقد كشفت دراسات أمراض الجلد أهمية الاستحمام لإزالة إفرازات العرق وما يعلق به من قدر وما يتكاثر به من بكتيريا تصيب الجلد أو الجسم العامة وتفسد الرائحة الوضوء قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين يؤكد الطب الحديث الفوائد الصحية العظمى للوضوء في تطهير الجسم ومنع انتشار الأمراض فقد أثبت دور اليدين كناقل رئيسي للميكروبات كما أثبتت المحوث التجربية دور الوضوء الفعلي في الحد من أعداد البكتيريا على سطح الجلد والأحاديث التي تدعو إلى العناية بالوضوء وتشرح كيفيته كثيرة نسوق منها الطهور شطر الإيمان لا صلاة لمن لا وضوء له مفتاح الصلاة الطهور لا يقبل الله صلاة إلا بطهور إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل ورته فليفعل إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استنترى خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه أي من أطراف الجهون فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أطفار يديه فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أطفار رجليه وكذلك من توضأ في أحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أبفاره بل سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء أيضا إلى غير الصلاة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب هل ينام أو يأكل أو يشرب قال نعم إذا توضأ وضوءه للصلاة وقال كذلك إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ وكذلك إذا أتيت مجعك فتوضأ وضوءك للصلاة كما يسن الوضوء عند الغضب وقراءة القرآن والحديث وتلقي العلم وغير ذلك وقد بين الطب الحديث أيضا فوائد الاستنثار أثناء الوضوء في منع الكثير من الأمراض التي تدخل الجسم عن طريق الأنف والاستنثار هو إدخال الماء إلى الأنف ثم إخراجه وهذه أحاديث تدعو إلى العناية بالاستنثار إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الانشاق إلا أن تكون صائمة وعن علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فطمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم الاستنجاء تنظيف المخرجين عقب قضاء الحاجة من المقدمات الواجبة للوضوء وهو أمر له أهميته الكبيرة في الحد من التلوث وانتشار الأمراض الماضية وتعالوا نستعرض الأحاديث النبوية التي تعد ثقافة متكاملة في أسليم الصحة العامة وفي حماية السطح الجلدي ومنافذه من تسلل الأمراض عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجاته أيتاتوه بماء فيغسل به ورواي أيضا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غوائط إلا ما السماء وعن آئشة قالت تعلم النساء المسلمين مرنا أزواجكنا هي استطيبوا بالماء فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله تقليم الأظافر كشف الطب الحديث بعد قرون من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام وأمره بتقليم الأظافر ضمن سنن الفطرة أهمية ذلك لزحة الفرد منعا لتخزين الأوساخ بما تحمله من بكتيريا وفطريات وفيروسات وتفايليات قال صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الختان والاستحداد وندف الإبط وتقليم الأظفار وخص الشارب وقال كذلك يا أبا هريرة قلم أظفارك فإن الشيطان يقعده على ما طال منها الشعر أمرنا رسولنا الكريم بالعناية بالشعر في سائر أنحاء الجسم فأمر بإزالته من الإبطين والعانة ومقص الشارب وقد أثبت الطب الحديث ضرورة ذلك لمنع نمو البكتيريا والروائح الكريهة بسبب إفرازات الغدد العرقية في الإبطين والعانة ولمنع تراكم إثار الطعام وإفرازات الأنف في الشوارب أو تجمع المنوثات بها كما جاء في حديث سنن الفطرة السابق والإسلام رسالة حضارة أحدثت طفرات في الجاهلية العربية ومنها طفرة في العناية بحس المظهر والزيلة فقال تعالى يَا بَنِي كَذَلِكَ كَذَلِكَ نِفَصْلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا خير من أن يأتي أحدكم سائر الرأس كأنه شيطان وروي أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جمة أفأرجلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأكرمها وكذلك أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا ثائر الرأس فقال أَمَا يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكُّنُ بِهِ شَعْرَةً؟ وكذلك خالف المشركين وفر اللحى وحف الشوارب الختان 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 يمنع تراكم الإفرازات وما تختزنها من بكتيريا قد تسبب الاتهابات تمتد إلى الجهاز البولي والتنسلي والختان سنة من سنن الفطرة للرجال كما جاء في حديث الفطرة الذي سقناه من قبل أما ختان الإناث فلم يسنه الإسلام أصلا ولم يأمر به وإنما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يشاه ولكنه نهى عن المغالاة فيه حتى لا يؤثر على وظائف الأعضاء أو يضر بالعلاقة الزوجية لا تنهكي فإن ذلك أحضى للمرأة وأحب إلى البعض السواك ونظافة الفم في المدرسة الطبية لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تعلم المسلمون أهمية نظافة الفم والأسنان قبل نشأة مدارس وعلوم طب الأسنان قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل بضوء وكذلك السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وقال صلى الله عليه وسلم ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته لهم وإني لأستاك حتى خشيت أن أحفي مقادم فمي أي أزيل جزءا من اللثة لكثرة السواك وقال أيضا إذا تغضأت فمضمد وكذلك مضمد من اللبن فإن له دسما وخرج صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى خيبر ثم دعا بأطعمة فلم يؤتى إلا بسوايق والسوايق هو طعام من ضقيق الحمطة والشعير فأكلوا وشربوا ثم دعا بماء فمضمد فاه وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل رقعتين رقعتين ثم ينصرف فيستاك وكذلك كان لا يرقض من ليل ولا نهار فيستيخذ إلا تسوك قبل أن يتوضى وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام بالليل يشوص فمه بالسواك تتضافر هذه الأحاديث لتؤكد المصدر الربانية لسنة النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم من ناحية أخرى كشفت دراسات حديثة على المزايا الطبية لشجرة الأراك مادة السواك بالذات وهو عود نباتي ينمو بالحجاز به كيمويات مزيلة لصفار الأسنان وزيوت عطرية مطهرة